مثل ما أكد توقع تماماً الإعلام الإنجليزي حالياً يهاجم الدور السعودية وحرفياً يقول لك أنه هندرسون طلع من الجحيم الذي كان فيه أو من الحبس الذي كان فيه في السعودية وهون منحكي عن مشروع السعودية حالياً أبما أولاً أقول لكم بعد خمسة شهور في نادي الاتفاق هندرسون أصبح لعبة ليكس أمستردام وهون منرجع عن موضوعنا ولازم تعفو شغل جدم همي الإعلام الإنجليزي تحديداً ما كان مقتنع وما كان حابب فكرة الدور السعودية واستقطاب النجوم لأنه بشكل أو بآخر كانوا بيعتبروا تهديد مو بس للدوريات الأوروبية لا تهديد للدوري الإنجليزي فمن الطبيعي جداً وقت هندرسون يقول لك أنا ما اتفقت معناً الاتفاق البيئة ما عجبتني يحمل حاله يطلع يطلع هيكلام ولكن شو اللي السبب الحقيقي اللي خلى هندرسون يغادر السعودية ببساطة هو قائد منتخب إنجلترا وعنده يوره جداً مهم فوجوده في الملاعب الأوروبية بيخليه أقرب من المنتخب خيار آيكس أمستردام كان خيار ما سيء اللاعب عرض نفسه على برسونا وعلى عدة أندي ولكن لم يتم التعاقد معه نرجع ومنقول مشروع الدور السعودية سوف يستمر بغض النظر غادر هندرسون بنزيمة لم يلتحق بالتدريبات وشو ما صار المشروع مستمر وقائم وفهم حاجة فهم الدور السعودية ترجمة نانسي قنقر